ذكرت أنه يعني إحنا متسويين وعننا نفس الاحتياجات النفسية الروحية الاجتماعية الجسدية وهذا طبعا لكن في تميز وفي دور ممكن توضحيننا أكتر الفكرة في دور المرأة دور المرأة في إلى أدوار مختلفة يعني المرأة هي بتربي هي بتربي مثلا هي بتحمل ولد تسعة أشهر الرجل ما فيه يعمل هذا الشي المرأة هي بتوجه الأولاد هي بتعتني هي بتهتم بالبيت لكن بالتعاون مع الرجل أنا أؤمن أنه الرجل والمرأة بيقدروا ياخدوا أدوار هو عنده دوره وهي عنده دورة بس كمان في بعض الأدوار هو ممكن يساعد مثل ما المرأة اليوم عم تطلع على حق للعمل وعم تشتغل وعم تساعد الرجل الرجل كمان ممكن كتير يساعد بالبيت مش عايب أبدا أبدا مش عايب أنه الرجل يحط إيده مع المرأة وهذا شيء كتير حلو لأنه هذا بيخلي فيه تفاعل بين بعضهم وبعدين مثل ما هي عمال تتعب جوا وعم تتعب بره هو كمان إذا بيتعب جوا وبتتعب بره بس فيه إشياء طبعا إشياء خاصة بالمرأة الحمل هو ما فيه الأكيد هي بدي تحمل وتولد وهي اهتم بالطفل هاو بس إذا هو ساعد كمان ما لديه مشكلة أبدا ما بتقيل قيمته يعني بدنا نعرف هالشي أنه الرجل المسيحي ما بتقيل قيمته أبدا إذا حط إيده مع مرته إذا ساعدها إذا اهتم مثل ما هي عم تهتم بالأولاد هي إليه دور بالتربية هو إليه دور بالتربية تربية مش بس للمرأة لتنين تنيناتنا سوا بنا الرب تنيناتنا سوا فينا نكون عم نشتغل سوا بالبيت مثل ما أنا وزوجي بطلع بشتغل كمان هو بيقدر يكون معي بالبيت عم بساعدني القيمة ما بتقل صدقنا أسيس قيمة الشخص هو جواته قيمة الشخص مش فيه بعمل قيمة بجواتي عنا مثالنا الأعظم يسوع المسيح بينما كان التلاميذ بيتخاصم عن من هو الأعظم في لوقات 22 بيتكلم كان فيه مشاجرة لكن نشوف نفس الصياق الحديث في يوحنى 13 أن المسيح أخذ من شفاه وابتدى يغسل أرجل التلاميذ وعلم عن العظم الحقيقية عن التواضع الحقيقي وتعليم المسيح عن المحبة المتفانية ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه وهي المحبة اللي هي الطابع هي الختم هي العلامة هي اللي بميز البيت المسيحي لما فيه محبة خلاص كل المجد بعود للرب بعودش يعني فيه أدوار نعم ولكن كل التحركات تتكون من خلال المحبة آمين مية بالمية المحبة هي رباط الكمال هيك يقول عنا المسيح فإذا فيه محبة أنا مستعد أعمل أي شيء لأجل زوجي وإذا هو حقيقة عنده محبة مستعد يعمل أي شيء لأجلي حتى اتنينتنا ننجح في تربية الأولاد في الأسرة اللي نحن عم ننشئها في تنشئة الأجيال في الخدمة اللي عم نخدمها لأنه بالنهاية كلنا عنا أدوار يعني عنا خدمة بالكنيسة عنا خدمة بالبيت عنا خدمة بالمجتمع فإذا ما حطينا إيدينا ببعض ما بينجح العمل إذا كان فيه هذا المفهوم وهذه المحبة وهذه التطحية متبادلة بفتكر أنه دور المرأة بيكون دور ناجح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر